بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فإن العارفين بالله عز وجل يتنعمون بألوان من النعيم ويذوقون بقلوبهم طعم السعادة في الحياة الدنيا فقد قال الله سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم وذلك مع ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من جزيل الأجر والثواب في الآخرة لكن السائر في طريق الله سبحانه وتعالى تواجهه عقبات وتعترضه تحديات تحول بينه وبين أن يحظى بتلك السعادة أو أن يرتشف من نسيمها فما الحياة الدنيا إلا ساحة اختبار وابتلاء فيفلح وينجو من وفق إلى تزكية نفسه ويخسر ويهلك من أتبع نفسه هواها وتركها في الغواية ولذلك فإن النفس تحتاج في تقويمها إلى حسن المعالجة والترويط كما قال سيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه ما علجت أمرا أشد علي من نفسي الإنسان وهو في هذه الرحلة الواجبة لتقويم نفسه يجد في بعض الأحيان يجد أعوانا له على الخير ويجد أحيانا أخرى مناهضين لهذا الخير ومحاربين له وهو بين هؤلاء وأولئك إما أن يستطيع أن يلبس نفسه ثوب الصلاح فيكون من الفائزين أو أن يسلك سبيل الشيطان وطريق الضلال فيكون من الخاسرين وكلما كانت همة الإنسان أقوى كان أقدر على بلوغ بر الهداية والنعيم ولكي تصل النفس إلى تلك المنزلة الجليلة الرفيعة فإنها تحتاج إلى عناية خاصة تحتاج إلى تقويم وتدريب وتأهيل لكي يستطيع صاحبها أن يحملها أولا على سلوك سبيل الهداية والصلاح ثم تحمله هي ثانيا بالقمع والزجر عن ارتكاب الشرور والآثام بعد أن تصير نفسا مطمئنة بالطاعات متناعمة بها ينبغي للمرء أن ينتبه إلى وجود عقبات تحول بينه بين سلوك طريق السعادة فيصعب عليه مع تلك العقبات يصعب عليه مجهدة نفسه وحمله على السبيل المستقيم ومن أعت هذه العقبات الشيطان فلا يلبس الواحد منا أن يأنس من نفسه رشدا ويجد استقامة في حاله إلا ويهاجمه الشيطان الرجيم بخطواته وخطراته فيعود إلى سابق حاله إلا من رحم ربي عز وجل وإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بأمة رسولنا صلى الله عليه وسلم أن جعل لهم مواسم للطاع مواسم تكون بمثابة المنح التي تتضاعف فيها الحسنات وتحط فيها السيئات ومن تلك المواسم العظيمة شهر رمضان المبارك والذي يمتاز عن غيره من مواسم الطاعات الأخرى بظاهرة عجيبة ظاهرة تحتاج إلى توقف وتأمل وفي الوقت نفسه تحتاج إلى استثمار واستفادة ألا وهي ظاهرة تغير نظام الكون فنظام الكون يتغير في رمضان ويكفي أن نتأمل قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين أما تفتيح أبواب الجنة فعبارة عن تكثير الطاعات الموجبة لفتح أبواب الجنان وتغليق أبواب النار عبارة عن قلة المعاصي الموجبة لإغلاق أبواب النيران وأما تصفيد الشياطين فهو عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصائمين لأنهم لا يطمعون في إجابتهم إلى المعاصي فيسلسل هذا العدو لتكتشف أنك في مواجهة مع نفسك إما أن ترقى بها إما أن ترقى بها في درجات التقوى والمراقبة لله عز وجل فتنجو بها أو تترك نفسك لتقع في أسر وسوست هذا العدو مرة أخرى وفي هذا الحديث الشريف إشارة إلى عناية الله عز وجل التي تكتنف المؤمن فالله عز وجل مع عباده يرشدهم ويعينهم ويفتح لهم أبواب الفضل والعفو والرحمة وكما يتكفل دخول هذا الشهر الكريم بسلسلة الشياطين فإن الصوم يتكفل بكبح جماح الشهوات وتبصير المسلم بحقيقة الدنيا ومآلها ويعزز هذا الشهر الفضيل يعزز في الإنسان الشعور بغيره من الفقراء الذين يعوزهم القوت فيكون ذلك دافعا ومساعدا على تغيير النفس وعلى الرقي بها الصيام يعطي للإنسان ثقة هائلة في نفسه وأنه قادر على تقويمها وضبط الزمام هواها ويكتسب الإنسان الصائم هذا الشعور من امتناعه عن الحلال قبل الحرام فينتني عن أشياء هي حلال من حيث الأصل بكلمة الله أكبر من آذان الفجر إلى كلمة الله أكبر من آذان المغرب أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ليعود نفسه على الامتسال لأوامر الله سبحانه وتعالى وليعالج الصيام روحه وعقله وجسده في آن واحد هذا كله بالإضافة أن المقصود الأسمى من صيام شهر رمضان هو إصلاح النفس وتقويم الزات يقول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ففي الآية إشارة إلى أن الصيام من أدوات التغيير عند كافة الأمم قبل أمة الإسلام ونرأى في الآية أن الله عز وجل جعل تحقيق التقوى غاية عظمى من فرض الصيام على المؤمنين إن رمضان أيها الإخوة المشاهدون هو المدرسة التي يمكن لكل إنسان أن يعلم نفسه ويدربها على الطاعة وعلى الامتسال للأمر والنهي ومن هنا يمكن أن يقومها ويصلح منها قدر الإمكان مستعينا في ذلك بخصوصية هذا الشهر الكريم وبنفحات هذا الشهر الكريم وبأجوائه العطرة فيبقى الشهر الكريم فرصة لا تعوض للانفراد بالنفس وتقويمها وعلاج قصورها بحيث يخرج المسلم من هذا الشهر الفضيل وقد اطمأنت نفسه إلى الطاعة وإلى فعل الخيرات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا تمام النعمة وشمول الرحمة ودوام العافية ونسأله سبحانه وتعالى مجبات رحمته وعزائم مغفرته واللطف فيما قضى والمعونة على ما أمضى ونعوذ به سبحانه وتعالى زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم